سنة الأزابات في المغرب أسوأ موجة جفاف تضرب المملكة منذ أربعين عاماً كانت كافية لتعريات الوعود الكاذبة والفرضيات الوهية التي بنت عليها حكومة أخانوش موازنة 2022 لترسم بدلها مشهداً قاتماً يصور حقيقة ما يحدث في المملكة من ارتفاع فاحش في الأسعار وتدهور للقدرة الشرائية للمغاربة مع تفاقم الأوضاع الاجتماعية اليوم المؤشرات النمو والنساب والتدخم التي تعرفها بلادنا أنها أدت إلى المزيد من تفقير والمزيد من تهميش والمزيد من ضرب القدرة الشرائية جينا اليوم بكل رفع الأصوات والحناجر بيقولوا أن الدولة مطالبة بإعادة النظار في سياسات العمومية ديالا جرت رياح الوضع الاقتصادي المتأزم في المغرب بما لم تشتهي سفون حكومة أخانوش وهي تكمل عامها الأول سنة كاملة توقع نظام المخزن في بدايتها أن يرتفع معدل النمو إلى 3.2% مع ارتفاع إنتاج الحبوب إلى 8 ملايين طن لتتراجع تواقعات النمو بعدها إلى 1.5% نتجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 14.7% فلم يتجاوز محصول الحبوب 3.4 ملايين طن وتبطأ نمو وطيرة الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4% مع تسارع وطيرة التضخم إلى 6.3% تضارب الفرضية التي وضعتها حكومة أخانوش وتوقعاتها الاقتصادية المتفائلة مع حقيقة الوضع الاقتصادي الحرج الذي أشعل شرارات الاحتجاجات في ربوع المملكة أثبت أن الحكومة المغربية نجحت فقط في ترجمة فشلها من خلال مواصلة سياسة زيادة الأسعار التي أرهقت الطبقات الفقيرة إلى جانبه مواجهة الاحتجاجات السلمية بالقمع وتكميم الأفواه سياسات دفعت المغاربة لدائرة اليأس بشأن تحسين وتغيير أوضاعهم الإجتماعية في المرحلة المقبلة في ظل حكومة لم يكن لها منذ البداية ما تعطيه لمواطنها سوى إرغامهم على التأقلم مع واقع اقتصادي يشتد مرارة ككل مرة